السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام تقبل الله منكم الصيام والقيام واسعد الله مسأكم بكل خير احباب الكرام البارح كنا كنت تكلم على اهمية نجاح العلاقات في حياة الانسان الانسان عموما كيفما كانت علاقات تربطه بمن حوله سواء علاقات ابوة او امومة او بنوة او صداقة او زواج الى غير ذلك فلابد ان يكون ناجحا في هذه العلاقات تكلمنا على الدفء العلاقات واجبنا بزاف دول الدراسات العلمية اللي كتبت باللي هاد العلاقات يعني نجاحها راه ماشي فقط له تأثير على سلوك دي الانسان او على التصرفات او على القرارات او حتى على الشخصية بل نجاح دي العلاقات او الذي يتمتع بعلاقات عميقة دافئة قوية وطيدة فانه سوف يؤثر هذا على مستوى اعمق سيؤثر على صحته وعافيته على صحته النفسية وعلى صحته الروحية وبزاف دي الدراسات اللي تناولناها كلها يعني يلخصها يلخصها حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا اذن احباب الكرام لما كانت تكلموا على دفء العلاقات كانت تكلموا على واحد شعور اللي هو في الحقيقة قبل ما يكون شعور هو خلق اسمه الرحمة التراحم بين الناس الرحمة التي تجمع تلك الام بولدها الرحمة التي تجمع تلك الزوجة بزوجها التي تجمع ذلك الولد بولده تلك الاخت باخيها الرحمة التي ينبغي ان تكون حاضرة في كل تصرفاتنا ومع كل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله الرحمة مئة جزء فامسك عنده تسعة وتسعين وانزل في الارض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية ان تصيبه اذن احبابي الكرام هذا الخلق العظيم هو من اهم اسباب ترابط المجتمع من اهم اسباب دفء العلاقات المجتمع الذي يشبه البنيان في تماسكه وتلاحمه النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا فهذه العلاقات التي تكون قوية ودافئة كأن الإنسان حينما يستند على الطرف الآخر في هذه العلاقة فكأنه يستند على حبل قوي جدا والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا الحديث شبك بين اصابعه مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى فهذا الحديث كبير باللي دفء العلاقات هو انما هو نتاج ماذا نتاج التراحم بين المؤمنين وهو من اهم مظاهر الوحدة ووصول الامة الى تحقيق مفهوم الجسد الواحد مفهوم الجسد الواحد الذي يعني مثل به النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا اردنا ان نكون كالجسد الواحد بهذه العلاقات بهذا التواد بهذا التعاطف بهذا التراحم فالقرآن الكريم احباب الكرام يركز على هذا الشعور وعلى هذا الخلق لهو الرحمة التراحم باعتباره من اعظم الاخلاق المحمدية وهو ابرز معالم البرنامج التربوي البرنامج الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مشروع بناء الانسان يتحقق في مفهوم الرحمة اساسه الرحمة غرس الرحمة في المعاملات في العلاقات في كل شيء الرحمة القرآن الكريم كذلك اول اية فيها الرحمة بسم الله الرحمن الرحيم وكل صورة حينما تريد ان تنتقل من صورة الى صورة فانك تتذكر الرحمة بسم الله الرحمن الرحيم فهذا القرآن كل فواصله الرحمة والمشروع الاساس الذي بني عليه او الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مشروع ماذا الرحمة التراحم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ومن اسماء النبي صلى الله عليه وسلم محمد ومن اسمائه احمد ومن اسمائه نبي الرحمة ومن اسمائه نبي المرحمة ومن يتتبع سيرة هذا النبي الكريم العاطرة يجده صلى الله عليه وسلم رقيقا رحيما في تعامله مع الناس ولا غير في ذلك فاعظم مقاصد بعثته صلى الله عليه وسلم يا الرحمة عليك صفة لنا الله تعالى وما ارسلناك الا رحمة للعالمين تجلت رحمة لحبيب صلى الله عليه وسلم بامته حتى بلغت تعليم الجاهل توجيه الغافل ومداعبة العيال والصبيان ولم تقف عند هذا الحد رحمته صلى الله عليه وسلم فحسب بل شملت جميع الطباقات المجتمع كلها ارامل ايتام نساء مساكين صغار كبار لم يقتصر ذلك على فعله بل عداه حتى بقوله النبي صلى الله عليه وسلم يقول الراحمون يرحمهم الرحمن هذه دعوة منه صلى الله عليه وسلم ان نكون رحماء في افعالنا ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم فتجلت رحمة المصطفى صلى الله عليه وسلم بالخلق تعدت نطاق البشرية الى نطاق الحيوانات لما كان قرأوا مثلا حقوق الحيوان في الاسلام كالقوهاء يعني 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 تعطي يعني او تغرس في المسلم تلك الرحمة تجاه الحيوانات حتى الهرة حتى النمل كثير من النصص جاءت من السفادة الفقهاء الفقهاء تقول لك بالنمل كانوا يعتبروه الجار وانه يعني داخل في حقوق الجار وما خصك تقتله طبعا النبي صلى الله عليه وسلم نها عن قتل النملين نها عن قتل يعني هذا الضفاضع نها عن قتل الهدهد وفي نفس الوقت يعني الاكرام حتى تلك الحيوانات حتى الحيوانات المؤذية كالثعبان مثلا وغيرها من هاد الحشرات السامة قال لك النبي صلى الله عليه وسلم انه واحد الرجل يعني دخلت عليه واحد واحد الحية واحد الثعبان واحد اللفعة فيعني هربت ولما هربت مشا الدخلات وسط يعني الغار ديالها ووسط يعني بعدات يعني مشت للخلاء فالرجل بقى يعني حريص على انه ويمسك بها فقال لي النبي صلى الله عليه قد كفت قد كفتك شرها فكفيها شرك فمدام هي مشت يعني بعدات عليكم مشت للمكان اللي قصة توجد فيه فما تحتاج انك مش تقلب عليه وانك يعني تقتلها فمن مظاهر الرحمة رحمة النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق مع الإخوان الأقراء الأصحاب اقتداءا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أعطي أحد خيرا من حسن الخلق ومن مظاهر الرحمة كذلك للمشايخ والأكابر الحرمة والخدمة والقيام بأشغالهم ومن مظاهر الرحمة كذلك للاقران والأوساط بالنصيحة وبذل الموجود وللصغار بالإرشاد والتأديب ومن مظاهر الرحمة الصفح عن عثرات الناس وترك تأنيبهم فالفضيل بن عياد رحمه الله كان يقول كلمة يقول الفتوة هي الصفح عن عثرات الإخوان الصفح أن تكون حليما بالناس كذلك من مظاهر الرحمة ترك الحسد أن لا تحسدهم على ما ترى على عليهم من آثار نعمة الله بل تفرح حينما ترى إخوانك وأقاربك وجيرانك فرحين في نعمة بل ودحمد الله تعالى على ذلك كأن هذه النعمة كانت عليك أنت فإن الله تعالى ذم الحاسدين قال الله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كاد الحسد أن يغلب القدر ومن مظاهر الرحمة كذلك أحباب الكرام بشاشة الوجه ولطف اللسان وسعة القلب وبسط اليد وكظم الغيظ وترك الكبر ملازمة الحرمة إظهار الفرح بهذه النعمة نعمة الأقارب نعمة الأبوة نعمة أعطى الله تعالى آباء حيين تتشوفهم أعطى الله تعالى ولدات أعطى الله تعالى إخواء سلامة القلب لإخوانك والنصيحة لهم وقبول النصيحة منهم وكذلك من مظاهر الرحمة ألا تعيد وتخالف فإن هذا نفاق والنبي صلى الله عليه وسلم قال علامة المنافق إذا حد فكذب وإذا وعد أخلف وإذا أت من أخان والثور رحمه الله كان يقول كلمة يقول لا تعيد أخاك وعدا وتخلفه فتعود المحبة بغضا ومن مظاهر الرحمة كذلك أن لا تؤذي المؤمن وأن لا تجاهل الجاهل فإن نبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يكره أذى المؤمن والناس رجلان مؤمن فلا تؤذي وجاهل فلا تجاهله ومنها كذلك معرفة حقوق الفقراء والقيام بحوائجهم وأسبابهم ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأنف ولا يستكبر أن يمشي مع الأرملاء والمسكين فيقضي حاجتهما هذا كذلك من أهم مظاهر الرحمة ومن أهم مظاهر الرحمة حسن الجوار أن يأمنك جارك في أسبابه في نفسه ودينه وأهله أن يأمنك في ماله في ولده يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يأمن جاره بوائقه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمؤمن من يشبع وجاره إلى جانبه جائع فأين الرحمة بين العباد هذه الرحمة التي تورث دفء العلاقات لا يمكن للإنسان أن يعيش بدون علاقة ولا يمكن للإنسان أن يعيش بعلاقات تجمعه مع أهله وذويه متوترة متوترة بالعكس هذا التوتر أو هذه العلاقات إلا كانت منعدمة أو شبه منعدمة أو متوترة فإنها تؤثر على الصحة الإنسان أمس ذكرنا واحدة الدراسة الصداقة الصداقة وحدها الإنسان لما يكون عنده صداقة هذه الصداقة سبب في زيادة العمر في طول العمر وسبب في تقليل نسبة أمراض لقلب هي مجرد صداقة أن عندك وحد صديق أو وحد سيد عندها وحد صديقة يعني أنها تشاركها أفرحها وأحزنها وكتعاود لها وكذا وخشو مع بعضية هم كذا لأخيرين فما بالك أنه تكون يعني المحيط ديالك نحن نعرف كيفش الصدق نبي صلى الله سلم على الوالدين وكيفش تكون العلاقة بالابن وبالأب دياله أو بالابن وبالأم دياله كذلك بين الإخوان كذلك بين الجيران بل النبي صلى الله عليه وسلم وهذه ربما يعني أمر مهم جدا خصا نعرفه وهو أنه ربما الإنسان لا يدرك أبعاد هذه القضية قد لا يدركها أبعاد هذه القضية دفع العلاقات قيمة قوة العلاقات التراح بين الناس قد لا يدرك الإنسان كما قلت يعني خطورة أو أهمية هذه القضية إلا عند حدوث الأزمات والمصائب قد لا يشعر بآثارها إلا عندما تحل به الفواجع والنكبات فعندما يصاب المسلم بمصيبة لقدر الله كفقد عزيز لديه من أب أو أم أو ولد أو أخ أو أخت أو قريب ويحيط به المحبون هذا يعزي ذاك يواسي آخر يصنع له الطعام الكل يدعو الجميع يشاطر أحزانه هذا زائر وذاك يهاتف كل ذلك يجلي الرحمة بأسمى معانيها ويؤكد على أن المجتمع المسلم مجتمع الطراحم بحق وكفى كما يجلي مقاصد هذا الدين ومحاسن هذه الشريعة الشريعة جاءت لتبني وتغرس في الناس الرحمة وكأن هذه الرحمة سوف تنبت في قلوبهم وتتعدى إلى جوارحهم لتصل بعد ذلك إلى الأخي والصديقي والأمي والأبي والإبنتي والإبني وحتى الجيران بل النبي صلى اللهse يعني مرأة عجوز مرأة كبيرة في السن كتقول يرسول الله واش أنا غا ندخل للجنة واش المرأة الكبيرة في السن حتي أجد ندخل الأشياء يقول النبي صلى الله المرأة الشيفة مك تدخل الشette طبعا أحد المرأة مؤل من نبي صلى الله يعني كتشوف سيد النبي يعني واحد المكانة واحد القدوة واحد الهيبة ما توقعش انه غدي يضحك معها ولا يبسط معها يعني خذت كلها مو بالجدية فعلا راه المرأة كبير رفسين ما كدخلش الجنة فتبكي المرأة تبكي المرأة تحزن تقول النبي صلى الله عليه وسلم راه الله تقول إنا أنشأناهن إن شاء إنا أنشأناهن إن شاء يعني أن المرأة ولو أنها عجوز راه يوم القيامة يصلحها الله تعالى ويرد لها جمالها جمالا إنا أنشأناهن إن شاء فالمقصود ما شيء هو أنك ما دمت شرفا ما غاليش تخلي للجنة لا غالي تخلي للجنة إن شاء الله ولكن غالي يصلحك الله تعالى ما غاليش تدخلي للجنة وانت يعني في واحد الهيئة يعني انطفأ جمالك وذابت يعني وذاب رونقك إلى غير ذلك فتبتسموا المرأة طبعا شوف النبي تسلم كيفاش هذا الخلخة لديك لمشاعر لهذه المرأة كيفاش غالي تخلي هذه المرأة يعني لاش تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك يعني نساء صغارة يعني جواري كيجو عند النبي صلى الله عليه وسلم وتيجيبوا لي يعني استيلات فيهم المبارد والبرد يعني طبعا الناس اللي مشاوا يعني المدينة الرسولي صلى الله عليه وسلم في الشتاء غير يعرفوا كيفاش تكون واحد برد قارس مع الصباح يلا كيصل الفجر صلى الله عليه وسلم وكيجو الجواري يعني المئات ديو الجواري كيجبوا معاهم الاصطلاط فيهم المبرد ورجاء رجاء البركة رجاء البركة الخادمة والجارية والصغيرة والأرملة والمسكينة يعني كان النابيس السلم يعني كيجي وكيشدله بديه وما كيتلقوا ليبنيت ديحتك يكون قضى معهم هدك هدك الحاجة ديالهم هدك الغرض مع أنه يعني النابيس السلم كان ديال كل شيء كان النابيس السلم كربي العلاقة كنتي قويها حتى مع الناس لي ما كيعارش واحد إنسان ربما هي دايز فإذا به النابيس السلم يعني يضحك معاه ويبسط معاه بل قال أحد الصحابة ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم اسألوا أهل العلماء النفس ماذا تصنع لابتسامة في وجه الإنسان مجرد ابتسامة شنو كتدير في طرف الآخر لما كيشوف واحد ابتسامة في وجهك وفي عينيك فيهم صرور فيهم ابتسامة كان نفس سول المتخصصين شنو قيمت لمزاح وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مزاحا هكذا جاء في الحديث بل جاء كان من أثكهي الناس في فكاه صلى الله عليه وسلم طبعا هذه الفكاهة وهذا الابتسامة وهذا المزاح وهذا الطبيعة المرحة كلها خلته أنه يكسب قلوب الناس وبالتالي تقوى العلاقة لأن هذا الأمر هذا كما قلت فيه الأجر من عند الله تعالى كما أنه يسهم في صحتك وعافيتك وطول عمرك وحتى في نجاحك المادي في البحث كان دراسة The Grand Study اللي كانت في جامعة The University of Los Angeles هذا الدراسة اللي تبتت بل النجاح المادي دي الإنسان ليس مرتبط فقط بالذكاء العقلي بل حتى بدفئ العلاقات النبي صلى الله عليه وسلم يلخص ذلك كله ويقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله